تواصل مدرسة الدروع مصنع رجال الصولة إحدى تشكيلات مجيرية الدروع تدريب الدورات المختلفة الأساسية والحتمية والتطويرية والاستثنائية للضباط والمراتب تدريب نظري والتركيز على التدريب العملي المكثف على مختلف اختصاصات وأسلحة الصنف المدرع والمشاة الآلي وعلى أيدي معلمين كفوئين من الضباط وضباط الصف وعبر أجنحتها السياقة والإدامة والأسلحة والتعبية والاتصالات والمشاة الآلي وتستعين المدرسة بمشبهات تدريب حديثة ومتنوعة ويحرص آميرها على تفقد الدورات وإلقاء المحاضرات المختلفة على المتدربين فاصل مدرسة للدروع في استقبال مختلف الدورات من الأساسية والحتمية والتطويرية والاستثنائية لتدريب وتطوير منتسبية الصنف المدرع ضباطا ومراتب فنيا وتعبويا بما يؤمن رفع الكفاء والمستوى لتحقيق المهام القتالية بنجاح ورفع المهارة الفردية للمقاتلين في استخدام الأسلحة المختلفة ورفع المهارات التعبوية في استخدام الأرض حيث استقبلت مدرسة للدروع لهذا العام الدورة الأساسية لضباط خريجي الكليا العسكرية من خلال المهمة التدريبية التي تقوم بها مدرسة الدروع بإعداد ضباط ومراتب لايقين إلى الصنف المدرع من خلال إعطاهم المعلومات النظرية والعملية هناك نقطة أساسية أن نركز على الجانب العملي يعني نسبة التدريب العامي سيكون الثلاثين والنظري ثلاث من خلال مبدأ موجود عندنا في فن التعليم ما يسمعه التلميذ ينساهه بعد مرق قصير ولكن ما يراه التلميذ وينساهه وينمسه لن ينساهه ضباط دورات الصنف المدرع من خريجي الكليات العسكرية الأولى والثانية والثالثة تحدثوا عن الدروس التي يتلقونها في مدرسة الدروع وأجنحتها المتعددة معاهدين بخدمة الوطن بعد انتهاء الفترة التدريبية المخصصة لهم وفق المنهج المعد مسبقا والدفاع عن العراق العظيم نحن مجموعة من الضباط الأحداث خريجين الكليات العسكرية الأولى دورة مياه وفماش التحقنا حديثا بعد تخرجنا من الكليات العسكرية إلى مدرسة الدروع صنف المشات الآلي في جناح السياقة والأدامة بحيث تلقينا كافة المعلومات النظرية والعملية عن عجلات القتال المدرع وخاصة بهذا الصنف المشات الآلي عجلة القتال مدرع بي أم بي وان وعجلة القتال مدرع بي أم بي ثري وكذلك ناقلة الأشخاص أم 113 تم استقبالنا في مدرسة الدروع الدورة الأساسية 112 حيث تلقينا نوع الدروس النظرية العملية في جميع المنظومات والأجهزة لجميع الدبابات العاملة في الجيش العراقي تم استقبالنا من قبل مدرسة الدروع بتاريخ 20-7-2024 مدة الدورة 6 شهر نحن حاليا في جناح الأول من المدرسة جناح السياقة والأدامة تدربنا من خلاله على استخدام الدبابات المستخدمة في الجيش العراقي من معلومات نظرية وعملية ومحاضرات مكثفة من استخدام الآليات وكيفية استخدام الدبابات في الجيش العراقي صباح الخزعلي إعلام وزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر